السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله 20 من يناير 2022 وبالفعل فان شركة الطيران فولوتية التي تقدم رحلات جؤية بين الجزائر وفرنسا تعرض حاليا عرضا ترويجا على اسعار تذاكرها الخدمات الوحيدة التي تقدمها في ذوء الوضع الحالي وبعد عدة تأجيلات هي من مرسليا الى وهرانا ومن بورد الى الجزائر العاصمة حسب فيز الجزائر بالاضافة الى ذلك تم تخطيط لربط جديد بين مدينة مرسليا وقطسنطينة الشهر المقبل ومع ذلك فانه لن يدخل حيزي التنفيذ في النهاية حتى مارس اما بالنسبة لاسعار تذاكر الشركة فهي في نفس الاخاضي مثل اسعار منافسيها هذا هو القول مرتفع جدا تتجاوز تذكيرات من مرسليا 700 يورو من ناحية اخرى تقدم شركة الطيران العديد من الرحلات الترويجية والجزائر هي احدى الوجهات التي يتم تطبيق الترقيات عليها ومع ذلك فان عدد التذاكر المتاحة محدود للغاية عرض فولوتيا امس بيع تذاكر الجزائر العاصمة من بورد بسعر 45 يورو بينما تقدم الرحلات الى وهران 94 يورو وقت سنطينة 172 يورو وهنا اسعار تذاكر فولوتيا لشهر مارس بالاضافة الى ذلك تتعلق العروضة الترويجية المعنية بالرحلات الجوية في شهر مارس فلا تذكره ذهب من بورد الى الجزائر معروضة بسعر 393 يورو في ثلاث مارس بينما الارخص لا يتجاوز 45 يورو لتاريخ 31 مارس على خط مرسلية وهران يتم عرض الاسعار من 74 يورو للرحل ليوم 31 مارس وهذا يصل الى 397 يورو للمغادرة في ثلاث مارس من ناحية اخرى بالنسبة لخط مرسلية قط سنطينة سيتعين عليك لانتظار حتى 24 مارس للسفار بسعر مخفض مع العلم ان التذكيرات ذاتي لاتجاه الواحد متوفرة بسعر 172 يورو ولكن قبل هذا التاريخ سيتعين عليك دفع مبلغ 737 يورو الاسعار التي يشتكي منها المواطنون الجزائريون منذ استئناف الرحلات في يونيو الماضي ومع ذلك فمن الافضل عدم حجز رحلتك على خط مرسلية قط سنطينة الان لان فولوتي لم تعلن رسميا بعد عن استئناف هذا الخط الجديد ومع ذلك ستسير رحلتها بالانتظام حتى 26 مارس اخر موعد لبرنامج الشتاء الممنوح لجميع الشريط